اشتركوا في القناة حينما يرى الإنسان في المنام أنه يجلس في درس ديني هذه الرؤية جميلة جداً وأنا دائماً أقول أن رؤى المساجد والعلم والدين والصلاوات والعبادات وهو رؤية جميلة تبشر الرأي بالخير الكثير القادم إليه في الفترة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى من ضمن المعاني الجميلة في رؤية الدرس الديني أنه سيحصل على رزق واسع إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية حضور درس ديني من العلامات الجيدة التي تدل على التغييرات الإيجابية في الفترة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى وهذه التغييرات سوف تكون تغييرات بشكل كبير جداً 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 إن شاء الله رؤية الدرس الديني أيضاً من المعاني الجيدة لهذه الرؤية تدل على انتهاء المشاكل وزوال الهموم إن شاء الله تبارك وتعالى أما رؤية طلاب العلم قال ابن سيرين حينما يرى الشخص أنه كان أحد طلاب العلم في الرؤية هذه الرؤية تدل بداية على العلم العالي العلم النافع الذي سوف يحصل عليه وإلا فهذه الرؤية تدل على المكانة العالي التي سوف تحصل له في الفترة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية طلاب العلم تدل هذه الرؤية على الخيرات الكثيرة وتدل كمان سبحان الله العظيم إلى سعي الرائي للحصول على مكان علي وسوف يحصل على هذه المكانة في المستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى من يرى في المنامه أيضا أنه يتعلم الدروس الدينية هذه الرؤية تدل على منفع كبير سوف يحصل عليها وربما بعض الأموال القادمة إليه في الفترة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر